السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبعي قناة التعليمية في هذا الفيديو إن شاء الله سنتعرف على مشروع الوحدة الخامسة وهو إعداد ملصق حول التحديات عالمنا المعاصر إذن المطلوب مننا في هذا الملصق أن نتكلم على تحديات عالمنا المعاصر هنا أدرجنا بعض التحديات كتغير المناخ لاحتباس الحراري كوفيد نظرة المياه الإرهاب والتطرف الشيخوخة الإيدز اللاجئون الغجرة السلام والأمن حقوق الإنسان الغذاء والفقر يعني مجموعة من المشاكل والتحديات التي يعرفها عالمنا المعاصر إذن سنعتمد في إعداد الملصق على صور بعض الصور يمكن أن نجدها في الصحف أو في كتب قديمة كتب دراسية قديمة أيضا على مقاس واللساق وورق مقوى أو ورق عادي لإلساق هذه الصور على الملصق والتحديات كما قلنا فهي عديدة كتغير المناخ الهجرة اللاجئون الأمن والسلام قلة المياه والفقر قمنا باختيار تحديين اثنين أولهما وهو تحدي أولهما هو تحدي نذرة المياه يعني يمكن أن نستعمل ورقة عادية أو قطعة من الملف لكي ننصق عليها صور الموضوع تحدي نذرة المياه هو عنوان الملصق مشكل نذرة المياه هو من أكبر التحديات التي ستواجهها دول العالم ونضف الصور للفقر التغيرات البناخية أدت إلى توالي سنوات الجفاف وفيضانات في عدة أماكن التزايد السكان السريع مما أدى إلى تضاع في ارتفاع الطلب على الماء يعني كلها أسباب أدت إلى نذرة المياه والأنشطة الصناعية والزراعية للإنسان تؤدي أيضا إلى تلوث البياه العذبة والمياه الجوفية كلها أسباب تؤدي إلى نذرة المياه هذا هو الملصق الأول الملصق الثاني عنوانه تحدي انتشار وباء كورونا أيضا بنفس الطريقة اعتماد على صور الملصقات سوف نقوم بإنساقها على هذا الملصق ونرفقها ببعض المعلومات ظهر فيروس كورونا أول مرة في مدينة ووهانسسيني نهاية سنة 2019 انتشار الفيروس وتحوله لجائحة في جميع دول العالم ظهر ظهور الفيروس في المغرب وقيام المغرب بإجراءات للتصدي للجائحة كالحجر الصحي وإلزام وضع الكمامة والتباعد يعني كما رأينا فالطريقة فهي بسيطة جدا نقوم بإلصاق صور حول الموضوع وإدراج فقرات حول هذه الصور يعني معلومات حول الموضوع ونقوم بإلصاقها على ورقة عادية أو قطعة من الملف وبهذا نحصل على ملصق وبالتوفيق لكم إن شاء الله